السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت للمرة شاهدة القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو الذي يصلك كله جديد البعض يتابع القناة لكن لا تنسى الاشتراك بالقناة قبل أن تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس نتكلم في هذا الفيديو عن ترتيب الصفة أو الصفات باللغة الإنجليزية كما نعلم الصفة في اللغة الإنجليزية تأتي قبل الموصوف الصفة هي adjective إذا كيف نضع الصفة قبل الاسم إذا نصف اسم معين ممكن نصفه بصفة واحدة أو صفتين أو ثلاثة إذا كان لدينا صفتين أو ثلاثة أو أربع صفات كيف أضعها بشكل صحيح باللغة الإنجليزية كما نعلم الصفة تأتي قبل الموصوف مثلا وردة حمراء إذا نعرف rose وردة حمراء red إذا هذا نسميها adjective إذا نسميها إذا صفة وضعناها أين قبل الموصوف هو الاسم إذا روز دائما الصفة تأتي قبل الموصوف لو كان لدينا أكثر من صفة مثلا وردة حمراء كبيرة كيف أكتبها يجب أن نعرف دائما هذا ترتيب الصفات باللغة الإنجليزية إذا هذه خمس صفات تأتي قبل الاسم نعتبر هذا المربع هي الاسم rose دائما يكون بالأخير قبل تأتي الصفات خمس صفات مثلا أولا الرأي رأينا الشخصي يكون بالأول بعدها يأتي المقاس أو الحجم بعدين age العمر إذا size opinion size إذا المقاس age العمر و color اللون بعدين place virgin إذا بلد المنشأ يعني بلد الصنع أو مكان الولادة وهكذا إذا ويكون بعدها الاسم على حسب ممكن يكون صفتين نشوف مثل عندنا مقاس وعمر بالأول نظة المقاس بعدين العمر مثلا لدينا لون ورأي مثلا عندنا red لون ورأي مثلا جميل لن نقول a red beautiful rose نكتب a beautiful red rose إذا لماذا لأن الرأي يأتي بالأول بعدها يأتي اللون إذا هذا ترتيب الصفات بهذا الشكل هذا أحفظ الترتيب إذا بالأول الرأينا الشخصي الآراء تختلف ممكن أنا الشيء هذا جميل لديك بشا إذا الرأي الآراء بعدين size المقاس بعدين age color place of urgent بعدين عندنا الاسم الذي أصفه سنأخذ تمارين بشكل مفصل سيكون لدينا صفتين أو ثلاث صفات أو أربع صفات أو خمس صفات كيف أرتب هذه الصفات أضعها قبل الاسم كما قلنا بيكون لدينا اسم أضع صفة صفتين ثلاثة أو أربع صفات وهكذا أخر أخر تكون place of origin origin كما قلنا المنشأ أو بلد المنشأ لدينا هذه العبارة لدينا كلمة مان رجل لدينا صفتين أولد عجوز وندرفل رائع إذن صفتين أولد وندرفل لاحظ أولد تتعلق ب age بالعمر إذن عجوز وندرفل نعرف أولد أيضا قديم لكن هنا إذن مع الرجل نقول رجل قديم عجوز وندرفل رائع إذن هذا رائع إذن نضع بالأول الرائع لماذا أن يعني ما يكون أ أو أن إذن أ أو أن إذن أ أو أن لو بدأنا ب أو يجب أن نبدأ بأن وندرفل إذن نبدأ بأ في هذا الحال رائع إذن نبدأ بأ إذن الرائع نضع كما أولد إذن العمر الرائع قبل العمر بعدها نضع كلمة من تصبح أولد أولد من ذات درس إذن الفستان أو الثوب عدنا الصفات بينك وردي شورت قصير نايس جميل لاحظ بينك إذن لون شورت سايز إذن مقاس قصير نايس جميل إذن الرأي عند إذن الرأي نايس المقاس إذن شورت وعدنا اللون يكون يكون رقمها ثلاث إذن تصبح الجملة ذات نايس شورت بينك درس إذن بهذه الطريقة ذات نايس شورت بينك درس إذن هذه ترتيب الصفات نايس شورت بينك درس لماذا لأنه لدينا ثلاث صفات يكون ترتيبهم الرأي المقاس بعدين يكون عندنا اللون اللاحظ لاد فتى عندنا كلمة يانج شورت يانج شاب طبعا عكسها أولد عجوز اللاحظ هذا بتكون العمر إذن يانج عندنا شورت هو المقاس أو القياس بهذا الحالة المقاس بالأول إذن تصبح شورت يانج لاد أو بوي إذن شورت يانج لاد إذن لنقول يانج شورت لاد إذن دائما بيكون عندنا هذا الترتيب سايز بعدين عندنا العمر اللحظة سايز قبل العمر ذات آم تشير آم تشير يعني كرسي ذو ذراعين لدينا جرين أخضر بيج كبير لاحظ مقاس ولون إذن المقاس بالأول بيكون عندنا بيج نضع بعدها جرين ونلاحظ دائما اللي نصف يكون بالأخير يلا نضع آم تشير بيج جرين هذا خطأ دائما الموصوف يأتي بالأخير وتأتي الصفات قبله وهذه ترتيب الصفات المقاس بعدها بيكون عندنا اللون ذات بيج جرين آم تشير ومن امرأة لاحظ جميلة شابة لاحظ الرأي جميلة هذا رأينا إذن دائما الرأي يأتي بالأول إذن نضع جميلة أو وسيمة عندنا ينغ لاحظ عمر تأتي بعدها إذن نضع بهذا الشكل تصبح جميلة جميلة إذن مزهرية مزهرية زهور لاحظ لدينا ثلاث صفات بلو أزرق أو اللون الأزرق بيتفول جميل سمول صغير لاحظ أول الرأي إذن بيتفول هي جميلة إذن رأي ممكن جميلة لي تكون أقلي بشعة بنسبة لك بعدها سايد المقاس إذن الصفة الثانية بعدها بلو اللون الأزرق بيكون بالمرتبة number three أو the third position إذن الموقع الثالث بالنسبة لترتيب الصفات إذن نضع بالأول بيتفول إذن رأينا بعدها نضع سمول ونضع بلو إذن تصبح this بيتفول سمول بلو فيز house إذن ثلث الصفات قبله بيتفول لتل وايت بيتفول جميل لتل صغير وايت أبيض الرأي جميل إذن بالأول بعدها عدنا لتل إذن المقاس صغير بعدها عدنا اللون إذن وايت إذن تصبح بيتفول يكون عدنا لتل وايت هاوس إذن بيتفول لتل وايت هاوس منزل أبيض صغير وجميل إذن دائما الصفات كما قلنا تأتي قبل الموصوف ونرتبها بهذه الطريقة إذن يجب أن تحفظ بهذا الطريقة ودائما هذا الطريقة أو بيكون عدنا الرأي الأكثر أهمية بيكون قريب من الاسم الذي يريد وصفه لاحظ أ هورس حصان طول طويل فاين جميل بلاك أسود لاحظ الرأي جميل معتون نبدأ فاين أفاين بعدها بيكون عدنا سايز المقاس بيكون طول إذن طويل وإيضا عدنا اللون بلاك أسود إذن حصان أسود طويل وجميل إذن تصبح أفاين طول بلاك هورس إذن هذا الترتيب الصفات إذن لدينا ثلاث صفات ونضعها بهذا الترتيب دائما أنتبه لهذا الترتيب لاحظ أ كالكليتر إذن ألة حاسبة تايني صغيرة جدا نيو جديد جابانيز إذن يابانية إذن نبدأ رأي فيه رأي لا يوجد رأي بعدين عدنا مقاس فيه مقاس نعم كلمة تايني إذن نضع تايني بعدها بيكون عدنا إيج إذن نيو بعدها بيكون عدنا مكان المنشأ جابانيز إذن يابانية تصبح آلة حاسبة يابانية جديدة وصغيرة إذن دائما لاحظ سايز بعدين عدنا إيج وعدنا بليس أو إذن مكان المنشأ أو بلد المنشأ بعدين الإسم الذي أريد أن أصفه نلاحظ أ إذن نبدأ بأ أو أن على حسب الكلمة إذا كانت بحرف صوتي أحد الحرف الصوتية عند إذن أبدأ بآن على حسب الصفة التي أختارها لماذا عدنا أولد إذا جاءت أولد هي الصفة الأولى يجب أن نضع إذن أول شيء الرائي عدنا كلمة إذن رأي وسخ إذن دائرتي نضعه بالأول بعدها سايز في عدنا سايز لا يوجد عدنا سايز إيج العمر نعم أولد إذن قديمة أيضا عدنا اللون بلاك بلد المنشئ لندن إذن نضع أ لماذا لنعدنا د حرف ساكن إذن نبدأ بأ إذن التنكير أ أ دائتي أولد بلاك لندن تاكسي إذن تاكسي أجرى أو سيارة أجرى لندنية سوداء قديمة وسخة بهذا الشكل أنه هنا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن ترتيب الصفات باللغة الإنجليزية مع تدريبات كثيرة كيف أضع الصفات بشكل صحيح باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع للاقيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته